اهلا بكم من جنة متأخرة وغير كافية هكذا قابلت المعارضة السورية الخطوة التي أقدم عليها بالأمس الرئيس السوري بشار الأسد والمتمثل في إعلان عفو عام يشمل جماعة الإخوان المسلمين والتي جاءت مشفوعة اليوم بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين كما شككت المعارضة في هذه الخطوة التي رأت أنها تأتي فيما الدبابات ما تزال تحاصر الكثير من المدن السورية وتقصفها في محاولة لإنهاء حركة الاحتجاج التي اندلعت قبل أكثر من شهرين ونصف وقد جاء هذا العفو في صيغة مرسوم رئاسي ليشمل الجرائم المرتكبة قبل الحادي والثلاثين من مايو ما يعني أنه يشمل المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكافة التيارات السياسية إضافة إلى المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة وكما لم تقنع هذه الخطوة السوريين فإنها فشلت أيضا في إقناع الدول الغربية وخاصة واشنطن التي طالبت الأسد بالقيام بإصلاحات جدية موضحة أن الإفراج عن المعتقلين ليس كافيا هذا فيما شددت باريس على ضرورة إقدام النظام السوري على خطوات أكثر جرأة فما الهدف من هذه الخطوة؟ لماذا تأخرت كما تقول المعارضة؟ ولماذا أيضا تصادف إعلانها مع مؤتمر المعارضة في أنطاليا؟ بعد عشرة أسابيع من اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن إجراء إصلاحي جديد تمثل في عفو عام عن المسجونين السياسيين خطوة اعتبرتها الدول الغربية والمعارضة في الداخل والخارج مبتورة وغير كافية العفو الذي أصدره الأسد يسمح للسلطات المعنية بالإفراج عن كل المعتقلين في سوريا بسبب الأحداث من تاريخ بدئها حتى الواحد والثلاثين من شهر مايو النص الذي نشرته وسائل الإعلام السورية يؤكد على نقاط رئيسة هي أن العفو يشمل المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين المحضورة في محاولة على ما يبدو لتحييدها عن الأزمة الدائرة حاليا لكنه ينزع صفة العفو عن كل الأعمال التي يقوم بها المعارضون بعد التاريخ المحدد في العفو المعارضة المجتمعة في مدينة أنطاليا التركية خاصة الإخوان المسلمين اعتبرت الخطوة غير كافية وقد تزامن هذا العفو مع الإعلان عن تشكيل لجنة للحوار الوطني أصدر الأسد قرارا بإنشائها وترجيح بأن يترأسها فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية على أن يحدد إطار زمني لعملها وأن تكون تركيبة هذه اللجنة وطبيعة عملها على النحو التالي تضم سبع شخصيات سورية اثنين من حزب البعث واثنين من الجبهة الوطنية وثلاثة من المستقلين وضع تصور لمستقبل سوريا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الإعداد لمؤتمر حوار وطني تحديد ملامح التعديلات الدستورية المرتقبة ومن المفترض أن تشمل التعديلات الدستورية وضع قوانين جديدة للأحزاب والمطبوعات والانتخابات التشريعية والقضائية في حين لم يتم التطرق إلى تعديل المادة الثامنة المتعلقة بحصرية حزب البعث في قيادة الدولة والأمة حسن فحص العربية وللحدث في هذا الموضوع معنا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري سيد خالد عبود ومعنا من أنطاليا الناشط السياسي محمد عبدالله أهلا بكم أبدأ معك سيد محمد عبدالله لماذا يتم اعتبار هذه الخطوة خطوة العفو العام بأنها غير كافية ثم ما رأيكم في الإعلان الذي صدر اليوم عن البدء بتشكيل هيئة وطنية أو لجنة للحوار الوطني أولا خطوة الإعلان عن العفو غير كافية الأسباب عديدة أهمها أن الدبابات لا تزال تشتاح المدن وتقصف المواطنين وتقتل من تقتل من الأبرياء والعزل وتعتقل حتى بعد صدور قانون العفو العام تم اعتقال أكثر من 25 شخص في مدينة حمص بين بلدتين الرستن وتلبيسة وهذا إجراء لا يتماشى مع العفو في وضعه في إطاره الذي حاولت السلطة تصويره بأنه خطوة إيجابية في اتجاه فتح البلاد وحوار مع المواطنين هذا من ناحية الناحية الثانية أن الصيغة التي رسم فيها قانون العفو هي صيغة غامضة حتى عليك شخص قانوني وخرج كلية الحقوق لم أفهم يعني اليوم تحدث مع عائلتي وأخبروني أن والدي في طريقة وللإفراج عنه والدي مواطق السياسي والعفو ينصف صيغته في الفقرة الأولى أنه عفو عن جميع المنتسبين إلى تيارات سياسية ثم يتحدث عن عفو عن المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم يتحدث عن المجرمين ويغفصل في موادهم الجرمية ثم يستثني بعض المواد لاحظت أنه تم اعتبار والدي مجرم وتم منحه عفو بتخفيض نصف الحكم المتبق نصف مدة الحكم وباعتبار أنه أقض أكثر من نصف الحكم الصادر بحقه فأنه سيفرج عنه كلمة المنتمين إلى تيارات سياسية ماذا تعني؟ هل تعترف السلطات السورية أصلا بوجود معتقلين سياسيين؟ هل تمت محاكمة هؤلاء محاكمات سياسية أساسا ليتم اعتبارهم معتقلين سياسيين؟ سمعنا دائما ترهات وأبواق السلطة تتحدث عن أن هؤلاء مجرمين وخالفوا القوانين وحكم أمام حاكم الجنايات ومثلوا بمحامين وطبعا جميعنا نعلم أنها كانت محاكمات سورية وشكلية ولا تمت للقضاء بصلة السلطة حاولت إفشال مؤتمر أنطاليا بمحاولة رشوة الإخوان المسلمين عبر منحهم هذا العفو حتى فيما يتعلق بالإخوان المسلمين منح العفو عن المحكمين بموجب القانون 49 دون ألغاء القانون 49 القانون لا يزال قائم ويمكن أن يحاكم عليه لاحقا أشخاص ويحكموا بالإعدام أو بالسجن المؤبد السلطة لا تقدم مبادرة كاملة تعكسنية حسنة السلطة تحاول رشوة المواطنين وشيء عزبا من البعض وتهدم على المواطنين فيها استغباء واضح للشعب السوري سيدتي الرئيس الأسد كان يستطيع أن يقوم بكل هذه الإصلاحات قبل أن يقتل ألفين مواطن ويعتقل أربعة عشر ألف مواطن هذه الضغوط تأتي تحت زخم الثورة وتحت ضغط الشارع بعد الجرائم التي اقترفها الأسد وشقيقه وكل المجرمين في قادة الأجهزة الأمنية ثم ياتي ليعفي عن بعض السجناء السياسيين طبعا هذا غير مقبول اليوم سيحاسب هؤلاء أولا عن الجرائم التي اقترفوها ثم سنتحدث لاحقا أما موضوع الحوار قرأنا محمد سعيد بخيتان الأمين القطري حزب البعث الحاكم في سوريا وحديثه عن إبقاء على المادة الثامنة من الدستور وأن الحوار سيكون تحت سقفها الخلاف لم يعد اليوم على المادة الثامنة من الدستور هذا الكلام كان قبل الثورة السورية الآن على شرعية الرئيس الأسد واستمرار وبقاء نظام حكمه على رئيس الأسد أن يفهم أن الشعب السوري لا يريده وهي عبارة بسيطة لا تتسوجب هذا الذكاء ليفهمها أعتوقع أن رئيس الأسد ذكي ويستطيع أن يفهم كلمة إرحل وما من حبك إرحل وأنت وحزبك سيد خالد عبود استمعت إلى ما قال السيد محمد عبد الله هذه القرارات متأخرة غير كافية كان يجب أن تأتي قبل نزول الدبابات إلى الشوارع وقبل قتل هذه الأعداد من المدنيين ما رأيك؟ ثم سنعود قليلا لنفصل بقرار العفو ومسألة المعتقلين السياسيين إذا سمحت بداية سيدتي لك التحية وللسادة المشاهدين جميعا أهلا بك في القسم الذي أصغيت له لضيفك في الحقيقة هذا ينم عن ثقافة مختلفة تماما ثقافة متناقضة مع بنية الداخل السوري وبنية المجتمع السوري وأيضا ثقافة تقوم على فردية وعلى أنانية مطلقة وعلى نرجسية عندما يرفع متظاهر ما في سوريا لا في تمكتوب عليها إرحل نعم أنا أقبلها وليكن هو يعبر عن رأيي يعبر عن موقع سياسي معبر عن موقع قد يكون يعني هو متضرر وليكن لكن كيف نقول بأن الشعب السوري يقول للرئيس بشار الأسد إرحل كيف نعمم مثل هذه المفردات كيف نقدم مثل هذه المفردات الثقافة السورية الأدبيات السورية لا تقول بأن حزب البعث هو الحاكم في سوريا هناك مادة في الدستور تقول بأن حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع ويقول جبهة وطنية تقدمية لماذا هذه الثقافة العدوانية على الداخل السوري ثم عندما يتحدث ضيفك بهذه الطلاقة وبهذا الانفتاح وهو يعبر عن من هو يتحدث باسم من إذن أعتقد أن اللحظة التاريخية الراهنة اللحظة السياسية الراهنة تحتاج إلى أكثر من ذلك تحتاج إلى أدوات أعمق من ذلك تحتاج إلى خطاب أفضل من ذلك تحتاج إلى أدبيات أفضل من هذه الأدبيات وتحتاج أيضا فعلا إلى منصات حوار تحتاج إلى دعوة لكل الأطراف التي تمتلك أصوات لكل الأطراف التي تمتلك تطلعات تمتلك خطاب حتى يتناقض مع خطاب المتواجدين الآن في القيادة السورية إذن أنا أتصور أن مثل هذه العدوانية مثل هذه النرجسية مثل هذه الثقافة المختلفة مثل هذه الثقافة التي تجعل الداخل السوري يتقزز من مثل هذه الإطلالات أعتقد أنها تسيء للكيان السوري بكليته لا أعني النظام لا أعني مكون واحد أو عشرة مكونات في الداخل السوري أعني الدولة الكيان السوري السيد خالد وطني السوري بكليته سيد خالد ربما يقول البعض بأن هذه الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس منذ أسبوع أو أسبوعين من بداية الاحتجاجات تأتي بالقطارة الشعب السوري يعني يجب أن تتخذ كلها بجملة واحدة حتى يشعر الطرف الآخر بحسن النواياء بداية عملية الإصلاح سحب الدبابات من الشوارع وكف يد القوات الأمنية عن المتظاهرين السلميا ما رأيك سيدتي بكل محبة وبكل أيضا احترام لمثل من يطرح مثل هذه العبارات نحن نسيء إلى مشهد الداخل السوري عندما نقول مثل هذا الكلام هناك سوريون متضررون أولئك الذين كانوا على رأس التظاهرات أولئك الذين دعوا للإحتجاجات أولئك الذين فتوا بضرب القوات المسلحة هم قالوا بأن هناك جماعات مسلحة في بعض المدن السورية يعني لا تصدقي لا تصدقي لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكن أن يستهبل أن يتم استهبال الشعب السوري بأن والله الدبابات دخلت من أجل المتظاهرين يعني شو هالمتظاهرين العمالقة هؤلاء يلي لازم ندخلهم دبابات من شان تواجههم هذا كلام مسطح هذا كلام غير دقيق هذا كلام غير موضوعي لا حتى نكون موضوعيين حتى نكون صادقين حتى نكون شفافين أيضا ونضع الأسياء أو نسمي الأشياء بمسمياتها وهذا مطلوب في لحظة تاريخية سياسية يعني الثوار سيدتي هناك في تاريخ الثورات الثوار لا يكذبون الثورة لا تكذب الثوار يواجهون الأشياء بحقيقتها يواجهون الأمور بواقعيتها هناك جماعات مسلحة ظهرت في الشوارع السورية بعض من هؤلاء الجماعات ظهروا على شاشة أنا معك لكن هل تعتقد بأن هذه الأجواء داخل سوريا بوجود الدبابات واعتقالات نسمع عنها وحديث للمعارضة من الطرف الآخر هل هذه الأجواء صحية لإجراء حوار حقيقي فعلا يعني أنا أشكرك على هذا السؤال بالعكس عندما نقول بأن هناك دبابات يجب أن نقول أين هذه الدبابات يعني عندما نقول بأن هناك جماعات مسلحة يجب أن يكون هناك أيضا أداة جارحة تواجه هذه الجماعات المسلحة هذا خروج على الدولة أما عندما نقول بأن هناك متظاهرين متواجدين في مكان ما أنا أرفض أن يكون هناك مسلح في مواجهة هؤلاء المتظاهرين وبالتالي السوريون منذ اللحظة الأولى فرقوا بين مجموعات تتظاهر لها مطالب تناغموا مع هذه المطالب تجاوبوا إلى حد بعيد مع هذه المطالب الآن سؤالك الحقيقي والدقيق هو على العكس تماما مثل هذه اللحظة التاريخية السياسية يجب أن يكون الحوار وأصبح الحوار ليس مطلبا وإنما ضرورة وحاجة لإعادة إنجاز الداخل السوري الداخل المتماسك الذي يمكن أن يؤدي دوره الطبيعي على مستوى المنطقة قبل أن ننتقل من جديد لسيد محمد عبد الله سؤال إجرائي قرار العفو قانون العفو لأصدر الرئيس سمعنا وقرأنا في الحقيقة يشمل كل من محكوم قبل 31 مايو قبل يوم الأمس هل يشمل أولئك الذين تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة وحديث منظمات حقوق الإنسان عن أن عددهم ربما تجاوز عشرة آلاف شخص هناك عدوان على الذاكرة السورية عدوان على الأدبيات السورية عدوان على المجتمع السوري المجتمع السوري يشعر بعدوان عليه لا يوجد هناك عشرة آلاف معتقل وإلا يا سيدتي ماذا تقولين بأولئك الذين فتوا من محافظة درعا أو من بانياس فتوا بضرب القوات المسلحة من واجهوا القوات المسلحة الآن هم خارج السجون الخلاف يعني ما ليش لا الخلاف مش على العدد لأنه هذا تفصيل نتحدث فيه لاحقا هل يشمل أولئك الذين تم اعتقالهم حتى لو كان مئة شخص نعم سيدتي المرسوم ليس القانون المرسوم المرسوم واضح جدا المرسوم واضح جدا هناك تعليمات تنفيذية سوف تضاف له يتحدث عن جميع الذين أولئك ارتكبوا جرائم حتى في الأيام الأخيرة نعم وليكن يطبق هذا مرسوم هذا مرسوم فسر لي يا سيد خالد عبد فقط فسر لي هذه الجزئية في ناس حملة سلاح في جماعات مسلحة كما تقول السلطة في سوريا وتم اعتقالهم على هذا الأساس والآن سيفرج عنهم بمرسوم عفو رئاسي عظيم في إحدى المواد إذا انتبهت أن هناك من مارس القتل من مارس التخريب من مارس كذا إلى آخره في الآوينة الأخيرة أنا شخصيا في تفسيري له وقد أكون مخطئ لا أعتقد أنه يمكن أن يفرج عن هؤلاء لكن المعتقلون أولئك الذين أنا أعترض على كلمة معتقلين لكن إذا كان هناك متظاهرون من بعض المثقفين الذين تم إلقاء القبض عليهم وأحيلوا بشكل أو بآخر إلى القضاء ولم يخربوا ولم يعتدوا على المؤسسات العامة ولم يقتلوا فهؤلاء أنا أول من يطالب يجب أن يكونوا خارج السجون لماذا سيدتي؟ لأنك تتحدثين عن منصة حوار وحالة حوار وفي حالة الحوار يجب أن يكونوا هؤلاء خارج السجون أما أولئك الذين مارسوا القتل حتى تكون عملية الحوار مضبوطة يجب أن يكونوا داخل السجون وفي هذا السياق أسألك سيد محمد عبدالله عن ردك إلى ما استمعت عليه من سيد خالد عبود ثم إذا كان هناك إمكانية أن يكون لدى السلطات السورية هذا الوضوح في من حمل السلاح وقتل في الفترة الأخيرة ومن يعتقل كونه تظاهر أو يعتبر معتقل سياسي نعم مجموعة نقاط أولا أننا لأمثل إلا نفسي وهذه نقطة واضحة ثانيا عن الوضوح في المرسوم حتى من يدافع عن المرسوم لم يعرف حتى يفسره أن هؤلاء الذين تظاهروا ولم يحملوا السلاح ولم يقتلوا لماذا هم أتقلين في الأساس أن لم يكنوا قد اقترفوا جرائم هذا الكذب على الناس واستغباء الناس بهذه الطريقة لن يفيد نتيجة حتى الذي يدافع عن المرسوم لا يستطيع أن يدافع عنه لأنه مرسوم مفصل إطلاق صراحة الجزارين والشبيحة والتجار المخدرات ليستخدمهم بشار الأسد في الاعتداء على المتظاهرين أما الحديث أن المسلحين وقفتوا بقتل الناس في درعة وفي بنياس لماذا لا تفتحوا البلاد للصحافة وللجنة التحقيق التي تشكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتذهب وتعاين وترى هؤلاء الكذب على المواطنين بهذه الطريقة واستغباء المواطنين عيب كبير الشعب السوري أذكر من ذلك بكثير ونحن لا نسيء للشعب السوري أنتم تسيئون لأنفسكم الشعب السوري أكبر من ذلك بكثير وأكبر من أن يمثل بكذاب مثلك وبمشار الأسد جزار وقاتل مثل مهر الأسد يعني رجال أنه حافظ على مستوى الحوار أكثر من سيد محمد لو سمحين حافظ على مستوى الحوار بدون شاك بدون شاك سيدتي لا يمكن الكذب على المواطنين والقول أن ليس هناك مراكز اعتقال الحديث عن عدوانية الخطاب تم تصفية فتى عمره 13 سنة تحت التعذيب وتم فبركة شهادات أطباء شرعيين ووضعها على تلفزيون الكذب تلفزيون الدنيا في محاولة للدفاع عن قتل طفل قاصر تحت التعذيب ويتحدث عن خطاب عدواني يتم قصف المدن والعزل والقرويين بالدبابات وبقذائف المدفعية ويتحدث عن خطاب عدواني لا أدر عن حوار نتحدث هنا حوار القتل والسلاح والمسدسات هو يقول بأن الدبابات موجودة بالشوارع والقصف يستهدف جماعات مسلحة تؤذي المتظاهرين أيضا الفيديوهات واضحة سيدتي الفيديوهات واضحة من يقتل في الشارع هم المدنيون السلميون العزل عشرات الفيديوهات واضحة إن كان كلام صحيح اسمحوا للإعلام أن يدخل إلى سوريا هذا التعتيم على الخبر ومحاولة تلفيق الأكاذيب عن ما يحصل في سوريا لن يفيد رواية السلطة غير مقبولة لنسأل سؤال منطقي رئيس أوباما والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضت عقوبات على الرئيس الأسد وأجهزته الأمنية هل هذه الدول الغربية تدعم مسلحين سلفيين وإرهابيين هذا الكلام لا يمكن أن يقبلوا عاقل توقف السلطة عن هذه الرواية لأنها ليست مقنعة لأحد ولا يمكن قبولها حتى من حاول الدفاع عن المرسوم لم يستطع وعجز عن الإجابة عن سؤالك عن إطلاق صراحة ودخل في تفاصيل ليس هناك ألاف المتقنين ملعب الجلاء في سوريا ملعب في درع وملعب في بنياس وأيضا ملعب الفيحاء تم تحويل صالح الفيحاء إلى معتقل جماعي اسمحوا للإعلام بالدخول إلى صالح الفيحاء مقابل فرع الأمن السياسي في الفيحاء 2600 معتقل من بلدة العريضة ووحدها من ذكور بلدة العريضة ويتحدث ليس هناك ألاف المتقلين الكذب على الشعب السوري هو من يسيء للشعب السوري هذا بيات الشعب السوري أكبر بكثير من هذه السلطة هذا فيما يتعلق سيد محمد عبد الله بمرسوم العفو ماذا عن هيئة الحوار هل من فرصة هل من مجال هل من إجراء لجلوس الجميع على الطاولة يعني أنا لا أتحدث عن أشخاص معينين في المعارضة ولا عن أشخاص معينين في الصور لا يتحاور الضحية لا يتحاور الضحية مع القاتل سيدتي لنتصور والدة الطفل حمزة الخطيب تجلس إلى طاولة الحوار مع الرئيس بشار الأسد تجلس مع من قتل طفلها وقام بالتنكيل به وتقطيع أعضاءه واطلاق الطرقات النارية في جوانب وفي صدره ثم نتحدث عن حوار أنا أي حوار نتحدث هذا كلام فيه إهانة لأرواح الشهداء ولدماء الشهداء والمناضلين لا يمكن قبول الحوار مع القاتلين إن كان هناك حوار عليها تنسح بالدبابات وعليها أن يخرج الرئيس الأسد ليعتذر عن الجرائم التي اقترفها ويطلب الصفح من الشعب السوري بدلا أن يعفو عن بعض الأشخاص حتى قانون العفو الذي أصدره لم يلغي القانون 49 ولا يزال كسيف مصلط على رقاب المواطنين هذه النقطة تحديدا سيد محمد أمين القطري لحزب البعث الحاكم هذه النقطة تحديدا أولا أسأل سيد خالد عبود عنها الأمين العام القطري لحزب تفضل أكمل نعم تفضل سيدتي الأمين العام القطري لحزب البعث تحدث أمس وأطلق تصريح وقال أن المادة الثامنة من الدستور ستبقى وأن الحوار سيتم دونها لا يمكن الحوار وتبديل هذه السلطة متمسكة بإيديولوجيتها بقاء حزب البعث سلطة الأجهزة الأمنية بقاء الرئيس الأسد وأجهزته الأمنية فوق المحاسبة ثم تعالوا نتفاهم تخفيض سعر تنكة المزوت خمس ليرات هل هذا هو الشعب السوري بعد قتل ألفين مواطن واعتقال 12 ألف مواطن والتنكيل بالأطفال وتقليع أظافرهم وقطع أعضاءهم ثم نتحدث عن خمس ليرات في سعر المزوت نحن لسنا جياع الشعب السوري ليس جائع الشعب السوري أكبر من ذلك بكثير سيد خالد عبود الحقيقة في نقطتين مهمتين لابد للمتابع للمشاهد أن يسمع رأي السلطة فيهما فكرة الإفراج عن الإخوان المسلمين وأبقاء القانون الذي يجرم الإخوان المسلمين هم أصلا بحكم القانون السوري هم مجرمون كيف سيتم الإفراج عنهم الآن عن الإخوان المسلمين وبأي حجة وهل يعتبروا تيار سياسي هل يعتبروا من المعتقلين السياسيين ولا من أصحاب الجرائم هذا واحد ثانيا المادة الثامنة من الدستور كلنا يعلم أن فكرة الجلوس على طاولة الحوار وعندما سألت أنا أكثر من ضيف من داخل دمشق قال كل ما يهم المواطن يكون مطروحا على الطاولة أهم ما يهم المواطن وتحدث عنه المعارضة هو الحياة السياسية والمادة الثامنة تحديدا لماذا يتم استثناءها من أي حوار بتمهيد بحديث قبل أن نجلس المادة الثامنة لا تتحدث عنها بداية سيدتي ضيفك قال كلاما يعبر عن شخصه بالضبط وهو يحدد بالضبط الإحداثيات التي ينطلق منها ومن خلالها هذا هو رخص الأدبيات في الطرف الآخر هذه هي الدونية في مخاطبة الآخرين في الحقيقة هذا وهو بعيد عن السلطة ماذا لو حكم في سوريا ماذا هذا الصنف من الناس لو حكم في سوريا ماذا يمكن أن يفعلوا اليوم على سبيل المثال في مؤتمر المعارضة في تركيا لاحظي بأنهم شكوا أن هناك اثنين من بين المؤتمرين هم ينتمون إلى حزب البعث العربي الاشتراكي أو ينتمون إلى السلطة كما يقولون اعتدوا عليهم بالضرب ضربوهم خارج المؤتمر فينا نحكي عن هذا الموضوع في الجزء الثاني من بانوراما سيد خالد عبود أرجوك لا 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 معنا الجزء الثاني عن أنطاليا إذا سمحك الجزء الثاني عن المؤتمر وأنت ستبقى معين حمد عبد الله سيغادر عندما اعتدى علي شخصيا قلت له أرجوك أن تحافظ على الحوار عندما اعتدى علي شخصيا لم تقاطعيه أولا يعبر عنه هؤلاء ثم هو يقول بالفهم الملآم بأنه لا يتحدث باسمه أحد إذا لماذا يقول الشعب السوري الشعب السوري شعب السوري إذا لا تمثل الشعب السوري كيف إذا تتحدث عن الشعب السوري هذا أمر هام يجب أن ننتبه له ثانيا سيدتي كل أي قانون في سوريا أي قانون في سوريا يحتاج إلى جملة معابر جملة مسالك دستورية مؤسساتية هذه تتعلق بوجود مجلس شعب وتتعلق بوجود مؤسسات أيضا عندما تحدثين عن المادة الثامنة المادة الثامنة في الدستور حتى تتم تغيير هذه المادة الثامنة في الدستور هي تحتاج إلى وضعها أو دفعها باتجاه قبة مجلس الشعب السوري ثم نقاش هذه المادة وإذا نالت الأكثرية بأن هناك عدد من أعضاء مجلس الشعب قروا نصفه من حزب البعث سيناقش هذه المادة باعتقادك ثم قد يقول من يقول الآن بأن هذه رفاهية الوضع في سوريا على الأرض وضع خطير في عقوبات في تهديد بمجلس الأمن في حديث عن قتلى وجرحة هذه رفاهية عن الدستور وغير الدستور تحدث فيها لاحقا بعد طاولة الحوار سيدتي أي تصرف غير دستوري هذا لا يدرج تحت مقولة رفاهية وغير رفاهية أنت تتحدثين عن دستور الآن فترة دستورية بين مجلسين من يريد أن يخوض انتخابات في الداخل السوري فليأتي الآن في ظل قانون انتخابات جديد وليأخذ الأكثرية من البعثيين وليذهب ويعدل الدستور كاملا طيب وهذا نفس الكلام عندما نتحدث عن صبق نفس الكلام الذي أسمعنا من أمين عام حزب البعث وأنت تؤكد عليه هذا كلام دستوري لا يستطيع أن يقول له وغيره غير هذا الكلام هذا كلام دستوري ماذا عن الإخوان المسلمين بأي صفة سيتم الإفراج؟ بأي صفة سيتم الإفراج عن الإخوان المسلمين كونهم كانوا ايش تيار سياسي ولا مجرمين المرسوم يقول سيدتي على النحو التالي نحن لا نتعامل في سوريا مع حزب أو تيار أو جماعة اسمها الإخوان المسلمين لا يوجد هناك معتقل يوجد هناك مجموعة من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ينص عليها القانون الآن هذا المرسوم يتحدث مشا ما يتعلق أيضا ما يتعلق على كلامي أنه منفهم المرسوم ولا ما منفهم المرسوم لا يا سيدتي مواد هذا المرسوم تقول بأن هناك مجموعات في فترة الإخوان المسلمين ارتكبوا جرائم نعم ارتكبوا جرائم نتعامل معهم على المستوى الفردي مع أشخاص مع مواطنين سوريين ارتكبوا جرائم هذا المرسوم يتناولهم وبالتالي سيتم الإفراج عنهم بكل بساطة سيد محمد عبد الله إذا كان لديك رد على مسألة الدستور وأنه في مساء القانونية ويجب اللجوء إلى مجلس الشعب في الحديث عن المادة الثامنة سيدتي تم تعديل الدستور السوري في دقائق لإيصال الرئيس بشار الأسد الذي لم يكن يبلغ السنة الدستورية لسدة الرئاسة ولا يمكن تعديل نفس الدستور لإلغاء المادة الثامنة من الدستور فقط لتصحيح النقطة التي أشرت إليها أكثر من نصف مجلس الشعب من البعثيين 70% من مجلس الشعب يأتي من البعثيين ويترشحون على قائمة حزب البعث دون انتخابات ويتم بالتسكية أما الحديث عن الإصلاحات وعن الحوارات هذا الكلام أصبح من ناثل القول يتم فيه الضحك على المواطنين ولا يمكن قبول به الحديث دائما عن هذا الإصلاح غير مقبول أي حوار يتم يتحدث عن خطابي العدواني أنا أتحدث مع قتله وهذا خطابي عدواني أتحدث عن شخص يمثل الشعب ويبرر أن تقصف المدن بالدبابات ويبرر أن يقصف قتل المواطنين ويبرر قتل الأطفال وتعذيبهم حتى يموتوا ثم يتحدث عن خطابنا أنا عدواني والله نعم خطابنا عدواني هناك ألفين شهيد في الشارع يستخدم الرصاص المتشذي ضد المواطنين يطلب من القرناص الضرب في الرئيس وفي الصدور ثم لماذا خطابنا عدواني نعم لماذا خطابنا عدواني أما الحديث عن مؤتمر أنطالي أنه ضربوا الناس هذا زميلي في المؤتمر هنا سيتحدث عنها وسيشبعها تفصيلا سأتركها له كلام عضو مجلس الشعب ثم أي مجلس الشعب هذا الذي يحكم رأينا مجلس الشعب يصفق للرئيس الأسد عندما أعلن الحرب على الشعب السوري لدينا للأسف مجلس دمى لا يمثل الشعب السوري مجلس يمثل على الشعب السوري عيب هذا الكلام كفوا عن السخرية من الشعب السوري الشعب السوري أكبر من ذلك بكثير لا يمكن أن تمثيله بهذه الطريقة ولا يتم استغبائه لا أزال أتذكر حتى الآن الخبر العاجل الذي أورده التلفزيون السوري عند سقوط الرئيس المبارك في مصر عاجل سقوط نظام كام ديفيد الضحك على المواطنين والاستخفاف بعقولهم بهذه الطريقة ومحاولة ربط ما يحصل في الثورات بالسياسات الخارجية هل مجلس الأمن متواطم مع إرهابيين ومسلحين داخل سوريا وسيفرض عقوبات أممية لم نرى أي شعار يتحدث عن الخارج في أي ثورة عربية حصلت من مصر وحتى انتهاءا بسوريا كله كان يتعلق بالشأن الداخلي سيد محمد عبدالله الناشط السياسي ضيفي من أنطاليا شكرا جزيلا لك على المشاركة سيد خالد عبود عضو مجلس الشعب السوري أرجو أن تبقى معي للجزء الثاني من بانوراما والذي سنتحدث فيه بالمزيد من التفصيل عن مؤتمر أنطاليا أهلا بكم من جديد كما ذكرنا في مقدمة الجزء الأول من الحلقة فإن العفو العام جاء عشية مؤتمر للمعارضة السورية فتتح اليوم في أنطاليا بتركيا تحت مسمى المؤتمر السلمي للتغيير والذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره قرابة ثلاثمائة شخصية معارضة للنظام السوري في الداخل والخارج ويهدف هذا المؤتمر إلى دعم شباب التغيير في سوريا والبحث عن حلول وطنية للأزمة الحالية إضافة إلى تشكيل هيئة من المعارضين لمخاطبة المجتمع الدولي لحقن دماء الشعب السوري إلى جانب رسم ملامح مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد كما يشير المنظمون إلى أن المؤتمر سوف يشكل هيئة تنفيذية ورقابية منبثقة عنها لجان يتم تشكيلها وتكون مهمتها التنسيق والتواصل لدعم الثورة وفتح قنوات تواصل بين المعارضين والمنظمات الحقوقية نفى المنظمون أن يكون الهدف من المؤتمر هو حث المجتمع الدولي على استخدام الخيار العسكري لإسقاط النظام وقد لوحظ حضور عدد من رجال المال والأعمال المشهورين في مؤشر على سحب هؤلاء دعمهم للنظام الأسد فهل سيتمكن المشاركون في أنطاليا من تأسيس مجلس انتقالي على نمط المجلس الليبي ليقود حركة الاحتجاج ومرحلة ما بعد الأسد أم أن العديد من الخلافات التي تشق صفوف المعارضة قد تحول دون ذلك هو امتحان عسير يجري أمام عيون العالم لولادة معارضة سورية متماسكة موحدة تطمح الاعتراف شعبي ودولي لاحق المؤتمر السلمي للتغيير الذي تحتضنه وتحميه الجارة التركية يتجاوز برأي الحضور كونه ورقة ضغط على النظام السوري إلى مشروع وضع بين أهدافه إسقاط نظام الرئيس بشهر الأسد وهو ما يرونه الخطوة الأولى على طريق الألف ميل على الرغم من تردد العديد من الجماعات والتيارات والشخصيات في حضور المؤتمر إلا أن المؤتمر لم يقابل بالمقاطعة أو الرفض المطلق من أي جهة معارضة أخرى إذ فضل كثيرون الانتظار لحين صدور نتائج المؤتمر والتأكد من نجاحه في توحيد كلمة المشاركين على اختلاف أهوائهم والتجاهاتهم السياسية ويسعى المؤتمر لانتخاب هيئة تمثيلية مكونة من 31 شخصة تمثل برلماناً أولياً في الخارج مرتبط بلجنة تنفيذية مكونة من 11 شخصاً ولجان عمل مختلفة كي تكون المعارضة على استعداد لتحمل أي مسؤولية سياسية في حال ازداد الضغط الدولي على النظام الرئيس الأسد وذلك بالتوازي مع تصريحات الخارجية الأمريكية بأن شرعية النظام السوري بدأت تزول وضعت الكونغرس بهذا الاتجاه ويهدف المؤتمر أيضاً إلى جذب بقية أقطاب المعارضة السورية لاحقاً من أجل الضغط على المجتمع الدولي وإعطاء إشارة بأن هناك مشروعاً سياسياً سورياً بديلاً يمكن العمل عليه وتفنيد القول بأن سقوط نظام الأسد قد يضع سوريا بين فكي الحرب الأهلية أو الطائفية على أن المؤتمر ما يزال أمامه أكثر من امتحان عسير وكبير أولها النجاح في انتخاب ممثله بن سجام خصوصاً مع وجود انتقادات من ممثلي العشائر الذين لا خبرة لهم في العملية السياسية وتحضير القوائم الانتخابية ما دفع بعضهم للشعور بأنه يستخدم في مشروع صنعه غيره أما الامتحان الأهم والأصعب فهو الحصول على الشرعية من الشارع السورية الذي أكد المؤتمر أنه سيكون في خدمته ومن ثم يجب الحصول على الدعم من الجماعات والأحساب الخارجية خصوصاً مع تردد جماعة الإخوان المسلمين في إعلان دعمها فوراً ليبقى بعد ذلك الاعتراف من المجتمع الدولي وهو أمر لا يمكن الجزم به وليس بالأمر الهين وهما يجعل الحاضرين يؤكدون من جديد لأنهم ما زالوا في الخطوة الأولى على طريق الألف ميل ولا يعنيهم ما تعلن عنه دمشق من خطوات إصلاحية يوسف الشريف العربية ويبقى معنا سيد خالد عبود عضو مجلس الشعب السوري من دمشق وينضم إلينا الناشط السياسي باس الحفار من أنطاليا أهلا بك معنا أبدأ معك سيد باس الحفار وأجدد تحية لك سيد خالد عبود سيد باس الحفار في التقرير نحن استعرضنا ما الذي يمكن أن ينتج ما هي الأفكار التي يمكن تداولها وربما وصلنا يعني قطعنا أشواط طويلة هل تحدثني عن الذي تم مناقشته إلى أين وصلتم اليوم في مؤتمركم اليوم في المؤتمر في البداية بضعة كلمات ثم تناول المؤتمرون المشتركون أو المجتمعون عمل ورشاة عمل لمناقشة الوضع الإعلامي للثورة وكيفية تحسين تغطي الإعلامية والعلاقات العامة والتنسيق بين الثوار وشباب الثورة وكيفية دعم الثورة بإيصال مساعدات إنسانية ومعالجة الجرحة الموجودين على الأرض وما هي الأساليب والمشاريع أو الأفكار التي يمكن العمل عليها لتقديم دعم أكبر للثورة في الأرض في داخل سوريا ناحية سياسية هل تم النقاش مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد خاصة أنكم قلتم في المؤتمر أو أنه سمعنا شعارات المؤتمر إسقاط النظام هي أولها ودعوات لإسقاط النظام دعوات إسقاط النظام لم تبدأ في المؤتمر دعوات إسقاط النظام بدأت من الشارع السوري والمؤتمر والمعارضون الموجودون هنا لا يملكون إلا أن يكونوا خلف هذا الشارع لا أحد يستطيع أن يقلل من سقف المطالب الذي يرفعه الشارع وبالتالي نحن نتمنى مطالب الشارع السوري الشارع السوري ينادي بإسقاط النظام ومحاسبة النظام أما مناقشة التشكيل السياسي أو المشروع السياسي ما بعد سقوط النظام لم تتم مناقشته اليوم وإن كان هو أمر يتداول بين الأشخاص الحاضرين في المؤتمر وأشخاص السياسيين وغيرهم من الجهات المعارضين وبعض الناشطين السياسيين لكن لم تتم مناقشته اليوم رسميا في المؤتمر كنا سألنا كان تفضل سيد محمد العبدالله قبل ما تشرفنا حضرتك وقال إسقاط النظام وأنه يمثل نفسه سيد خالد عبود قال أنتم من تمثلون بنهاية المطاف الدعوة إلى إسقاط النظام عندما تتحدثون بها بمؤتمر أنطاليا هل تتحدثون باسم الشعب السوري ومن مثلكم عن الشعب السوري لا نحن نمثل أنفسنا الشعب السوري اليوم هو يمثل نفسه هو موجود في الشارع ويرفع شعاره والعالم كله شاهد الشعب السوري وهو يطالب بإسقاط النظام وهو يرفع لفتات إسقاط النظام وهو يقتل ويستشهد وهو يطالب بإسقاط النظام يعتقل وهو يطالب بسقوط النظام يشاهد الشعب السوري وهو يدخل معتقلات ويعذب ثم يخرج على جسمه أثار التعذيب وما زال يقول نريد إسقاط النظام وبالتالي نحن نمثل أنفسنا وندعم هذا الشعب كجزء منه في مطلبه في إسقاط النظام حدثني قليلا عن ما تم تناقله أن البعض حاول أن يدخل لموقع المؤتمر وقيل بأنهم من الداعمين لنظام الرئيس السوري وفي رواية أخرى ذكرها سيد خالد عبود قيل بأنهم كانوا يريدون الدخول في هذا المؤتمر بصفتهم داعمين للنظام السوري وتم طردهم من هذا المؤتمر وقيل في رواية أخرى بأنهم كانوا يريدون التخريب على القائمين في المؤتمر ما الذي حصل تحديدا؟ لم يحدث شيء نحن كنا اليوم موجودين في المؤتمر طوال فترة المؤتمر وأنا كنت موجود في القاعة طول الفترة ولم أشاهد طرد لأحد ولم أشاهد مشكلة مع أحد المتواجدين كانوا كلهم من المناهضين للنظام السوري لا أحد كان مع النظام السوري وهو مؤتمر أصلا للتغيير وللمعارضين للنظام السوري لا أعتقد من المناسب وجود أشخاص موالين للنظام السوري في داخل المؤتمر والمؤتمر سار بشكل جيد دون أي إشكالات تذكر ومضى في طريقه حسب المخطط عفوا فقط أعد لي ما ذكرت قبل قليل هل سمعتك صح أنه في أشخاص من الموالين للنظام لا قلت أنه لا ليس من المناسب حضور أشخاص موالين للنظام هذا مؤتمر المعارضة السورية لأشخاص لا يجي ولم نشاهد أشخاص موالين للنظام ما حصل معلش رح صوتك عليه سيد باس الحفار فما سمعت اسمات آخر الجملة سيد خالد عبود كيف تنظرون أنتم كسلطة في سوريا لمثل هذا النوع من المؤتمرات ألا يخشى أن تكون بداية حقيقية فعلا لتشكيل معارضة حقيقية لإسقاط النظام في سوريا من دمشق فقدنا الصوت مع سيد خالد عبود سيد خالد عبود أرجوك أن تعذرني يجب أن يصلح هذا الصوت لأنني محتاجة أن أخذ وجهة نظرك في هذا الموضوع سيد باس الحفار عودا لك قيل بأنه صار في خلاف مع الإخوان المسلمين تحديدا في أنطال بمسألة أنه في ناس عرضت فكرة تشكيل ما يشبه المجلس الانتقالي في ليبيا للحديث في مرحلة ما بعد لكن الإخوان المسلمين قالوا بأن هذا يجب أن يكون مؤجل هل حصل هذا؟ بحسب علمي لم يحصل هذا أنا لست ممثل عن الإخوان أو عن أطراف الأخرى في المؤتمر ولم أسمع أو أحضر محاورات من هذا النوع الذي عرفه جيدا أن المؤتمر ليس مبنيا أو ومن المفترض أن ينتج هكذا شيء المؤتمر مفترض أن ينتج مشاريع وأفكار لدعم الداخل السوري لدعم شعب ثورة شعبنا السلمية وقد أكد المؤتمر كثيرا على سلمية هذه الثورة وأننا لا نريد أن ننجر إلى النموذج الليبي ولا إلى حرب مع أحد نحن نريد أن تمضي هذه الاتفاضة بطريقتها السلمية بطريقتها الحضارية لتصل إلى هدفها المطلوب الذي ينادي به الشارع والذي صار واضحا اليوم هو إسقاط النظام بسألة تشكيل مجلس عسكري أو مجلس انتقالي كالمجلس الليبي أمر نحن لم ندخل في حرب حتى نشكل مجلس انتقالي ولا أعتقد أو لم أجد من يؤيد هكذا طرح بين الحاضرين طيب ألا تعتقد بأن المعارضة إذا كانت معارضة حقيقية يجب أن تفكر بكل السيناريوهات عفوا هل الصوت أصبح جاهز مع سيد خالد عبود نعم نعم سيدة سيد خالد عبود سأقول لك سيد باس الحفار إذا سمحت لي لكن سيد خالد عبود أرجو أن تعذرنا على انقطاع الصوت تفضل كنا نشير إلى مؤتمر أنطاليا أولا سيدتي قلت كلام أنا على النحو التالي أنه من حق أي مواطن سوري يرى أي ملاحظة من هنا وهناك على أي حراك على مستوى الداخل السوري هذا محفوظ في الدستور محفوظ في القوانين أيضا أنه يدعو إلى مثل هذه التجمعات إلى مثل هذه الندوات إلى هذه المؤتمرات ما في مشكلة في تقديري أنا وبالتالي في تقديري لا يعلق على مثل هذه المؤتمرات لكن أنا شخصيا كمثقف الآن لا تحدث كسياسي أن مثل هذه المؤتمرات التي سمعنا أنها ترفع شعارات كبيرة وعريضة وطويلة يجب أيضا أن تتصدى لجملة برامج ومناهج ومشاريع وأن تضع رؤيتها وأن تقدم رؤيتها وأن لا تبقى فقط في إطار النقدية لحراك هنا ومشهد هنا ومفصل هناك وإنما المطلوب في السياسة سيدتي أن تقدم هذه الجماعات هؤلاء الأفراد أن يقدموا رؤاهم لا يكفي فقط أنه والله نغني ونهتف ونرفع شعارات هذا ليس عملا سياسيا هذا عمل يمكن أن يصب في مفاهيم أخرى في الفكر السياسي لا لابد من أن تضعي منهاج العمل لابد من أن تضعي برامج العمل مشاريع للتطلع أين تلتقي مع السلطة أين تختلفين مع السلطة أين تتفقي مع النظام أين تختلفين معه لابد من أن توضح هذا الأمر أنا أتحدث فقط خاصة وأن مثل هذه المؤتمرات أو مثل هذه الندوات أو مثل هذه اللقاءات هذه محفوظة في التاريخ وبالتالي أصحابها يجب أن لابد من أن يسألوا عنها تاريخيا وهذا أمر هام أنا أتوجه به أو من خلال هذا المنبر إلى بعض المثقفين السوريين أنه عندما ندعو إلى مثل هذه اللقاءات على مستوى الداخل أو مستوى الخارج نحن تحت كاشف التاريخ وبالتالي أيضا تحت كاشف بسؤولية تاريخية هذا ما يمكن أن أقوله في هذا السياق هم قالوا بأن مهمتهم القادمة هي دعم الثوار والتنسيق فيما بينهم دعم إعلامي وربما دعم إنساني ومادي البعض الجرحى والقتل هذا سيمارس من الداخل عندما تغيب الدولة سيدتي لماذا أقول لك أن نسمع مثل هذه الأدبيات هذه أدبيات للأسف هذه أدبيات مسطحة هذه أدبيات ليست لها مسقطات على الأرض أنا عندما أقول أنني أريد أن أدعم الجرحى أنا خالد العبود أريد أن أدعم الجرحى وأن أدعم الثوار وأن أدعم طيب أنا هذا الكلام أقوله في الهواء وأمضي يعني طيب عندما أدعم الجرحة ماذا أدعم الجرحة؟ طيب هل غابت الدولة؟ هل غابت مشافي الدولة؟ هل غابت مؤسسات الدولة؟ يعني الغالي الشهيد حمزة البارحة السيد الرئيس التقى بعائلته كان هناك كلام جميل لعائلته في ظل وجود السيد الرئيس بشار الأسد وانحاز لهم انحيازا مطلقا أخلاقيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا أيضا وبالتالي عندما نصور مثل هذا التصوير أو ندفع بهذا التصوير للمشاهد يجب أن نكون نحن واقعيين في طرح هذه القضايا إذا سنت أسأل سيد باس الحفار ما ذكرت على غاية من الأهمية هذه أدبيات مسطحة سيد باس الحفار هل يوجد لديكم آلية لتنفيذ ما تناقشونه في أنطاليا في الداخل السوري؟ أولا أريد أن تسمع كلام ضيفك أين كان هذا الطرح في الماضي هذا الطرح الذي يتحدث عنه أين كان هذا الطرح عندما كان هناك إعلان دمشق وتم اعتقال أعضاء أين هذا الطرح من كل المعارضين والناشطين السوريين الذين تم اعتقالهم ويتم اعتقالهم كل يوم إذا كانوا يتقبلون إذا كان يقول أنه ليس من الممنوع ومن اسموح أن يلتقي الناس وأنه أمر صحي وأن يتحدثوا وأن يحددوا رؤاهم لماذا لم يسمحوا للناس أن يحددوا رؤاهم طوال الفترة الماضية هذا النوع من الطرح كنا نود أن نسمعه سابقا أما اليوم فات الأوان على هذا النوع من الطرح نحن نتكلم عن مجرمين عن نظام يقوم بقتل الناس عن الأرض عن نظام يقوم باعتقال الناس يقول هل غابة الدولة؟ نعم غابة الدولة مشافي الدولة مناطق لاعتقال الناس وللتحقيق معهم ولقتلهم ولتشريحهم مراكز الدولة وحتى مدارس الدولة تحولت إلى أماكن لاعتقال الآخرين وبالتالي نعم هناك غياب كبير للدولة وغياب للنظام وتخلي عن مسؤولياته أمام هذا الحراك بالنسبة للطرح السياسي هذا المؤتمر ليس مؤتمرا سياسيا بحتا وليس مؤتمرا لمحاورة النظام أو التفاوض معه أو تقديم رؤى للنظام أو مخارج له هذا المؤتمر هو مؤتمر لشباب الثورة مؤتمر للحراك الشعبي على الأرض وظيفته أن يفكر وينتج أفكار ومشاريع تتحدث عن كيفية دعم هذا الحراك وكيفية خروج بأقل الخسائر أمام هذا النظام الغاشم الذي يقوم بقتل المتظاهرين كل يوم واعتقالهم وتشهيدهم سيد باسل حفار في آخر الأخبار التي وردتنا قبل قليل أن سبع قتلى في داعلب القرب من درعة 41 قتيل في الرستن منذ يوم الأمس حتى اليوم سيد خارد عبود عضو مجلس الشعب السوري شكرا جزيلا لك على المشاركة سيد باسل حفار الناشط السياسي ضيفي من أنطاليا شكرا جزيلا لك نهاية بنوراما إلى اللقاء اشتركوا في القناة